اهلا بكم مشاهدين من جديد في قناة اخبار عجلة وحلقة جديدة من اخبارنا النهاردة اخبار خاصة بالنادي الاهلي واخبار في كل ما يخص الكرة المصرية يلا بينا على برجة الله نبدأ لقائنا الاهلي يؤدي مرانو الصباحي اليوم وبدو الراحة وموسمان يكتمع باللعبين على هامش المران وفقرا لتصويب الاخطاء والوقوف على النقطة الايجابية والسلبية للعبين بحضور محلل الاداء فحص طبي لجونيور اجيي على هامش مران اليوم تحت اشراف احمد ابو عبل طبيب الفريق واللاعب يؤدي تدريبات في الجيم وبعض التدريبات البدنية والجرية حول الملعب امر السلية ومحمود وحيد يؤديان جلسة في الجيم والجرية حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهلية تحت اشراف الجهاز الطبي محمد هاني ينتظم في المران الجماعي للفريق صباح اليوم استعدادا لمباراة لانتاج الحرب القالمة بعد تحول المسحة الطبية الخاصة باللاعب لفيروس كورونا من ايجابية الى سلبية فحص طبي لولتر بوليا في مران الناد الاهلي اليوم للوقوف على حجم صبته بعد شعوره بألام في عضلة السمانة امام سراميكا كيلو بطرة احمد فوزي حارس الاهل السابق الاهلي نجح في حسم المفاوضات مع كريم فؤاد ظاهر ايمن انبي المعار من النجوم على ان ينتقل اللاعب للاهلي في انتقالات الصيف القادمة سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادى الرجاء المغربي جيرالدو لعب النادى الاهلي خارك حسابتنا ونسق في اللاعبين الموجودين بالفريق حاليا امير توفيق مدير تعقودات النادى الاهلي نحترم مكة النظر الفنية في موقف جيرالدو والكلام النهائي يعود لموسماني صاحب الكلمة العليا في الصفقات والراحلين نبحث ملف جيرالدو مع وكيله للتوصل لحل يرضي الطرفين وبأقل خسائر وكيل جيرالدو الذي نتحدث معه حاليا هو البرازيلي وهناك من يتكلم باسمه ولا ادري لماذا الاهلي اعتزم الصفر للدوحة عبر طائرة خاصة من اجل الحفاظ على البعثة والتي ترأسها محمود الخطيب استعدادا للمشاركة بكأس العالم للاندية بعد غياب سبع سنوات الاهلي يرفض عرض مغري من اوكرانيا لضم اليوديانج مقابل 4 مليون دولار ونسبة في حالة اعادة بيع اللاعب يحدد هنال الاهلي وموسماني يرفض مناقشة الامر من الاساس لجنة التخطيط تجتمع مع موسماني لحسم القائمة النهائية لمنديال الاندية وحسم الطلبات الفنية سواء الصفر المبكر او خوض مباراة ودية والترتيب النهائي للصفر واختيار الزي الرسمي للبطولة بعد مرور ست جولات في الدوري طارق السيد لاعب الزمالك السابق شامم ريحة الدور السنادي للزمالك ادارة الاهلي توجه الشكر لاحمد سليمان محل الأداء الفريق بعد التعاقد مع يوشا فلوديا محل الأداء الجديد والذي بدأ مهام عمله الاسبوع الماضي ادارة الاهلي تنعي زوجة أمين عرابي المدير الفن السابق لقطاع الناشئين وشقيق الكابتن اسامة عرابي والتي وفتها المانية صباح اليوم والتر بوليا بعد نهاية الميران يتوجه لفندق الإقامة سيرا على الأقدام لعدم امتلاك سيارة حتى الآن بعد تألقه مع الاهلي مؤخرا كهربا ينضم المعسكر المنتخف في مارس المقبل لمواجهتي كينيا وجزر القمر انتهت أخبار الاهلي والآن فيما يخص الكرة المصرية محمد فاروق نجم برامتز يبلغ إدارة الفريق أنه جاهز فنيه وبدنيا وليشارك بسبب عبدالله السعيد ورمضان الصبحي واللاعب يطلب الرحيل حيث لديه عدة عروض أقربها عرض سراميكا كيلو بطرة وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في زيارة لمقر النادي الأهلي بالجزيرة لمتابع التطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا داخل النادي عماد النحاس المدير الفني للمقاولون يخضع لمسحة طبية جديدة غدا لتحديد مصيره من قيادة زياب الجبل في اللقاء المرتقب أمام سراميكا السلساء المقبل الزمالك يتلقى عرض مغري من جلطة سراء التركي للحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق في الانتقالات الحالية مقابل 4 مليون دولار والزمالك يطلب 6 مليون برامتز يتراجع عن تدعيم خط وسط الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية لأن ضلته في هذا المركز لا توجد إلا في الأهلي والزمالك ويصعب التفاوض الآن في ظل تمسك الناديين بلاعبيهم الزمالك ما يتردد بشأن تجميد فرداني ساسي غير صحيح ولا يمثل الواقع بصلة واللاعب تواجد في مصر أمس الإسماعيلي باهر المحمدي سينتظم في تدريبات الفريق بداية من شهر فبراير وعبد الرحمن مجد يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل نقل مباراة غزل المحلة وأصوام في الدور إلى ملعب المحلة بدلا من بيترس بورت لوجود إصلاحات قبل مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية إصابة مدرب الرجاء المغربي بفيروس كورونا خلصت أخبارنا النهاردة مشاهدين أتمنى رب تكون لتعجبكم في النهاية عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولكنت بشاهدنا للمرة الأولى اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد شكرا لكم مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة